بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه المشاهدون الكرام عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية مرحبا بكم المشاهدون الكرام مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات الإعجاز في القرآن الكريم لقد تناولنا في الحلقة السابقة مفهوم الإعجاز الغيبي أهمية الإعجاز الغيبي أقسام الإعجاز الغيبي وأخيرا بينا نماذج وصور من الإعجاز الغيبي التاريخي والآن نبدأ هذه الحلقة وهي بعنوان الإعجاز التشريعي موسيقى 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 واحد أن تبين رحمة الله تعالى في الإعجاز التشريعي اثنان أن تذكر مميزات التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات على مدى للتاريخ ثلاثة أن تعدد نماذج وصورا من الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم أربعة أن تذكر نماذج من شهادات علماء الغرب للتشريع الإسلامي ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية واحد رحمة الله تعالى في الإعجاز التشريعي اثنان مميزات التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات على مدى للتاريخ ثلاثة نماذج وصورا من الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم أربعة نماذج من شهادات علماء الغرب للتشريع الإسلامي عزيزي الدارس والآن نبدأ بعرض الفقرة الأولى من موضوع هذه الحلقة من الإعجاز لنبين من خلالها الإعجاز التشريعي لقد جاء القرآن الكريم من عند خالق الإنسان من عند الله تعالى الذي يعلم مكوناته وطاقاته واستعداداته وما يصلحه ويسعده في الدنيا والآخرة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فكان تشريعه سبحانه وتعالى منطلقا من رحمته بخلقه ومراعاة لمصالحهم وقدراتهم البشرية التي جبلوا عليها وما يطرأ عليهم وما يمر بهم من أحوال كما يبين ذلك في كتابه في أمر الخلق فقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا كله من إعجاز هذا التشريع الرباني الذي ضمنه الله في كتابه الكريم القرآن وإذا كان الله تعالى قد ألزم خلقه بتشريعه إلزاما فهو بعد ذلك قد جعل للضرورات أحكامها قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لئذ فإن الله غفور رحيم وجعل للرخص مجالاتها فقال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم عزيز الدارس كان ذلك عن الإعجاز التشريعي أما مميزات التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات على مدار التاريخ فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية انطلاقا من قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فإن الإعجاز التشريعي يظهر في عدة أوجه منها أولا إنما دار شرع الله وهديه تحقيق مصالح الإنسانية كل الإنسانية دون تفريق بين أبيض وأسود وعربي وعجمي وتنحصر هذه المصالح في النقاط التالية حفظ الضروريات في الكليات الخمس أو الست كما يذهب البعض وهي الدين، النفس، العقل، النسب، العرض، المال وقد شرع الإسلام في نظامه التشريعي شرع ما يحفظ هذه الكليات بأقوى من الطرق وأعدلها فجاء بدرء المفاسد وجلب المصالح وفتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين على الوجه المشروع كما سد كل سبب يمكن أن يأتي أو تأتي منه مفسدة كذلك الجرع على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن ذلك لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق قال تعالى في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم ثانيا تميز هدى الله وشرعه بخاصية الكمال والتمام فقد نظم وشرع كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعها وجمع بين مصالح البشر في دنياهم وأخراهم ونظم علاقة الإنسان بربه تعالى وبأخيه الإنسان وبالكون الذي يعيش فيه ووفق بين مطالب الروح والجسد وهذه نماذج من النصوص الدالة على ذلك قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كما قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الباب ثالثا تلطفه إلى النفوس البشرية عند تكليفها بما يريد ليقودها قودا جميلا إلى الامتثال ويهون عليها المشقة من التكليف وذلك بما يعيدها من الأجر العظيم ولأن النفس بطبيعتها شحيحة تميل إلى البخل فإن الشرع نوها إلى أن الزكاة طهر لصاحب المال وتزكية للمال نفسه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال في أمر الصلاة التي جعلها الله طهرة من الآثام وسبيلا للبعد عن الفواحش أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا نجد الأمر مضطردا وهكذا نجد الأمر مضطردا في جميع شرائع الإسلام وتكاليفه رابعا سبقه للتشريعات الحديثة في إرساء الكثير من القواعد التشريعية والقيم الخلقية والسياسية من الناحية الكمية والكيفية والزمنية ومن ذلك الحرية الشورى حقوق الإنسان منهج الحوار وأدب الخلاف عزيز الدارس أما الميزة الخامسة من مميزات التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات على مدار التاريخ فهي نجاحه في إيجاد أمة عظيمة من العدم وفي زمن قياسي فعند تذكرنا حال العرب قبل الإسلام نتذكر ما الذي بدل حالهم عما كانوا عليه نجد القرآن الذي أنزله الله على خير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه وفيما جاء به قال هو الذي بعث في الأميين رسولا وقال أيضا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وخلاصة القول إن القرآن فعل في العرب العاجيب حيث حولهم من غثاء إلى فاعلين ومن أصفار إلى أرقام ومن نكرات إلى أعلام وصنع من رعاة الغنم رعاة للأمم ومن مردة وقطاء طرق إلى ملائكة يمشون في الأرض طبعا هذا على سبيل المجاز حيث أصبح الواحد منهم قرآن يتحرك ومصحفا يسير على قدميه وبالتالي أقيمت أمة أوجدت أعظم حضارة إنسانية عرفها التاريخ الإنساني فقد جاء هذا التشريع الذي عجز عن مثله علماء رجال القانون والساسة والإصلاح في عصرنا على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلقى العلم من بشر قط وكل هذا هو الإعجاز الذي تحار العقول في معرفة سببه إلا أن تسلم بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم عليم وستظل شريعة القرآن أسمى الشرائع طرًا إلى يوم الدين لأنها صادرة عن الخالق العظيم العليم بدقائق الأمور وخفايا النفوس ومستقبل الزمان قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما عزيز الدارس والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها نماذج وصورا من الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم عزيز الدارس سنتناول في هذه الفقرة نماذج وصورا من الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم وهي كما يلي واحد مكانة المرأة قبل الإسلام ومكانتها في الإسلام اثنان تحريم جماع المرأة الحائض ثلاثة أمر الوالدات بالرضاعة أربعة تعدد الزوجات خمسة تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونظائرها وإليك عزيز الدارس توضيح ذلك بإيجاز مبتدئين بمكانة المرأة قبل الإسلام ومكانتها في الإسلام لقد كانت المرأة في جاهلية الماضي في بلاد العرب تورث كما يورث أي متاع وتحرم من الميراث وتؤد في التراب وهي طفلة كما قرر الله تعالى ذلك في كتابه بقوله وإذا الموؤودة سئلت ولم تكن بقاع العالم الآخر بأحسن حالا من ذلك بل كانت الزوجة تحرق على قيد الحياة مع جثمان زوجها المتوفى في الهند وظل الأمر هكذا حتى القرن السابع عشر حيث تركت هذه العادة على كرهم من رجال دين الهنود وفي بلاد الإنجليز أيضا كانت المرأة تعار وتؤجر بثمن بخص تحت حماية القانون وبقي القانون الإنجليزي معمولا به حتى عام 1805 ميلادية أما إذا نظرت إلى الحياة المعاصرة فانظر إليها كيف استخدمت وسيلة في ترويج إعلانات السلع والمنتجات فصورتها على قطعة الصابون كما هي على الأقمشة والأحذية على حد سواء وكان المعلن وكأن المعلن يقول عنها هذا هو مكانها الذي وضعتها فيه وضعتها فيه الحضارة المعاصرة البعيدة عن منهج الله أما في هدي وشرع القرآن فقد فرض الله للمرأة على المجتمع حقوقها وكرامتها وتأمين أسباب سعادتها وعد ذلك دينا يثاب ويحاسب عليه المرء أيا كان أبا كان أو أخا أو ابنا أو زوجا أو جارا أو صاحب سلطان بمستوى من الهدى لم ولن تبلوه أرقى الشرائع ماضيا وحاضرا ففي آياته نجد المساواة في الثواب والعقاب قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بحرم وأدى البنات والتشاؤم من ولادتهم في أكثر من موضع قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون جيم جعل الله لها في الميراث نصيبا مفروضا بعد أن كانت محرومة في الجاهلية من الميراث قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ثانيا تحريم جماع المرأة الحائض قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكلمة المحيض قد تكون مصدرا وقد تكون ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان فالمصدر يعني الحيض وظرف المكان بمعنى مكان الحيض وظرف الزمان بمعنى زمن الحيض وعليه فهو مكان خروج دم الحيض ويبدأ من مصدر الدم في بطانة الرحم ثم مجرى الدم في عنق الرحم والمهبل حتى يسيل الدم إلى الخارج وقد أشارت الآية الكريمة بأنه أذى وأذى المحيض أنواع وعلى رأسه القذارة والنجاسة وقد أكد علم الطب اليوم أن أذاه هذا ينتقل إلى الرجل إذا واقع امرأته في المحيض وذلك أنه ما من نجاسة إلا ويتوقع حصول الضرر من التلوث بها بل وتصاب المرأة من هذا الأذى أيضا فلماذا فلما كان المحيض كذلك اقتضى الأمر أخذ الاحتياط لألا يتحول الأذى إلى ضرر وذلك بتكرار وتنظيف المنطقة في فترة الحيض وعدم تركه يتراكم برائحته الكريهة وكذلك بالامتناء عن الجماع وهذه الإجراءات هي ما تعرف اليوم بالطب الوقائي وطب المجتمع فمن الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمي الذي فمن الذي علمه ذلك حتى يجعله تشريعا يلزم المسلمين أتباعه إنه الله رب العالمين إنه الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى وكان إظهار هذا الأمر اليوم وجها جديدا لإعجاز القرآن في زمن العلم ثالثا أمر الوالدات بالرضاعة قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والآن لنتأمل ما جاء ذكره من فوائد الرضاعة الطبيعية وفضلها على تغذية الطفل بحليب البقر أو الحليب الاصطناعي ومن هذه الفوائد ما يلي واحد حليب الأم معقم لا يخشى من تلوثه بالميكروبات الموجودة في بيئة الطفل اثنان درجة حرارة حليب الأم مناسبة تماما للرضيا ثلاثة البروتينات في حليب الأم سهلة الهضم وتتناسب مع نمو الطفل أربعة يحوي حليب الأم على مواد فعالة كثيرة مضادة للالتهابات والميكروبات وبعضها مضاد للفطريات مما يجعله مقاوما للعدوى خمسة في الرضاعة الطبيعية وقاية من أمراض الحساسية كالربو والأكزيما ستة الرضاعة في كثير من الأحيان مانع حمل طبيعي سبعة الرضاعة كذلك مانع طبيعي يقلل من نسبة الإصابة بأورام وصرطان الثدي وفي دراسة حديثة لليونسيف تذكر أن الاستمرار بالرضاعة الطبيعية للأشهر الأربعة أو الستة الأولى من عمر الطفل تمنع من حصول وفاة أكثر من مليون طفل في العالم سنويا وهكذا نجد طب الأطفال الحديث وهكذا نجد طب الأطفال الحديث قد توصل بعد سلسلة طويلة من الأبحاث المضنية إلى ما أوصى به القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والحمد لله رب العالمين رابعا تعدد الزوجات إن تعدد الزوجات كان معروفا عند الأمم القديمة كالصينيين والهنود كما كان مباحا في الديانات اليهودية بدون حد ولا قيد كما كان عند العربي قبل الإسلام بدون قيد أو شرط فلما جاء الإسلام عالج هذه الفوضى حفاظا على الأسرة وضمانا لاستقرارها وهو ما سنتناوله في ضوء الآية التالية قال تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْصِطُوا فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ الآية بيّن سيد قطب رحمه الله الحكمة من هذه الرخصة في التعدد مع هذا التحفظ عند خوف عدم العدل والاكتفاء بواحدة في هذه الحالة أو بما ملكة اليمين فيذكر أن الإسلام نظام للإنسان نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه ويتوافق مع واقعه وضروراته إنه نظام لا يقوم على الحذاقة الجوفاء ولا على التطرف المائع ولا على المثالية الفارغة ولا على الأمنيات الحالمة التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته ثم تتجزأ في الهواء أما الأسباب والمبررات من هذه الرخصة كما يرى سيد رحمه الله واحد أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصالحين للزواج فكيف نعالج هذا الواقع؟ لا بد من نظام ولا بد من إجراء وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات وهو أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة صالحة للزواج ثم تبقى واحدة أو أكثر بدون زواج تقضي حياتها لا تعرف الرجال اثنان أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء التي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال فيعرفنا الرجال خدينا أو خليلا في الحرام الثالث أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم أكثر من واحدة وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام ثم يفند سيد قطب تلك الاحتمالات بالقول أما الاحتمال الأول فضد الفطرة فلا يمكن لمرأة أن تستغني عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية أما الاحتمال الثاني فضد اتجاه الإسلام النظيف وضد كرامة المرأة الإنسانية والاحتمال الثالث هو الذي اختاره الإسلام هذه إحدى الحالات التي من أجلها شرع التعدد وهناك حالات كثيرة أخرى ذكرها ومنها عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل حيث يكون أمامه طريقان لا ثالثة لهما ألف أن يطلقها ليستبدل بها زوجة الأخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل بأ أن يتزوج بأخرى ويبقى على عشرته مع الزوجة الأولى وقد يهذر قوم من المتحذلقين ومن المتحذلقات بإيثار الطريق الأول ولكن تسع وتسعين زوجة على الأقل من كل مئة زوجة من كل مئة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور أما النموذج الخامس وهو الأخير من نماذج وصور الإعجازة التشريعي للقرآن الكريم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونظائرها قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذه الأحكام الشرعية التي تضمنتها الآية الكريمة لا تخلو من الحكمة الإلهية فهي صادرة من الحكيم العليم والحكيم لا يصدر تشريعه إلا عن الحكم البالغة إلا عن الحكم البالغة والآيات الباهرة ولكن هذه الحكم قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على بعضهم ولقد كان المشركون يجادلون في أكل الميتة فيبيحونها وقد حرمها الله عز وجل ويطرحون الشبهات حولها ومن شبهاتهم في ذلك قولهم كيف نأكل ما قتلناه ولا نأكل ما قتله الله ويعنون بما قتله الذباح المذكاة وما قتله الله الميتة لكن الله حرم أكل الميتة أيًا كانت وسيلة موتها بمرض أو قتل أو خنق أو أي طريق وجاء العلماء اليوم وقالوا إن الميتة وما يلحق بها مما ذكر في الآية الكريمة مرتع خصب لنمو أنواع الجراثيم وتوالدها وانتشارها مما قد يصيب آكلها لا محالة وكذلك أمثالها من المحرمات مثل لحم الخنزير فقد جاء العلم الحديث اليوم ليقول إن أمراضه خبيثة ويعصر علاجها على الأطباء تنتهي في بعض الأحيان لا تنتهي في بعض الأحيان إلا بالوفاة وهكذا يتبين يوما بعد يوم حكمة الله ولطفه ورحمته بعباده في سائر ما أمر وشرع ونهى وزجر وعلى المسلم أن يدعو الله تعالى أن يمكن لكتابه ويوفقه لما فيه الخير آمين عزيز الدارس كان ذلك نماذج وصور من الإعجاز التشريعي والآن ننتقل بك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها نماذج من شهادات علماء الغرب للتشريع الإسلامي عزيز الدارس إن الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب لفت أنظار رجالات اللاهوت وغيرهم من اليهود والنصارى مما دفعهم لدراسة الإسلام عقيدة وشريعة بل ودراسة بقية علوم الإسلام كاللغة التي هي مفتاح دراسة الإسلام وكذا الآداب وعلوم الحضارة بشكل عام وإذا كان الهدف الرئيس من هذه الدراسات هو التعرف على الإسلام أو على ما فيه من تغرات كما في رأي بعضهم كي يتخذوها سبيلا للغمز به وصد أبناء جلدتهم عن الدخول فيه بعد أن وجدوا كل ما هو حسن من أهل الإسلام إبان الحروب الصليبية إلا أن هناك من كانت دراسته سببا في هدايته للحق فجاءت شهاداتهم منصفة تجاه الدين الإسلامي وتشريعه نورد في هذه الفقرة بعضا منها واحد شهادة الأستاذ الدكتور شبريل وهو عالم نمساوي اشترك سنة 27 وتسمية وألف في مؤتمر للحقوق وكان آنذاك عميدا لكلية الحقوق بجامعة فيينا وبعد أن عرف ما هي الشريعة الإسلامية سجل إعجابه الشديد بها وقال عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إليها إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرن أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة اثنان شهادة إيزكوب أنساب تو وهو عالم كبير سجل اعترافه بعظمة التشريع الإسلامي فقال إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا ثلاثة المؤرخ الإنجليزي ويلز قال إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية أربعة المؤرخ الفرنسي سيديو قال إن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي في مذهب الإمام مالك هو شرح الدردير على متن خليل بل هناك مؤتمرات عالمية ذات صبغة قانونية عقدت وشارك فيها بعض علماء الإسلام وقد أشاد المؤتمرون بسمو الشريعة وتميزها كمؤتمر اللاهاي سنة 37 وتسمية وألف ومؤتمر اللاهاي أيضا سنة 48 وتسمية وألف واتخذ فيه قرار جاء فيه نظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة وما له من شأن هام يجب على جمعية المحامين الدولية أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع وتشجع عليه عزيز الدارس وهكذا يتبين مما تقدم أن هذا القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي ارتضاه الله منهاجا لعباده إلى قيام الساعة يقدم تشريعا كاملا تاما مميزا شاملا وصدق الله تعالى حيث قال ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إن قارئ القرآن بتدبر سيظهر له تضافر الإعجاز في وجوهه المتنوعة والمراد من هذا كله أن يصل المسلم إلى شاطئ الهداية وبر الأمان عزيز الدارس وبهذه الفقرة نكون قد أنهينا الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة وقد تناولنا فيها واحد رحمة الله في الإعجاز التشريعي اثنان مميزات التشريع الإسلامي عن غيره من التشريعات على مدار التاريخ ثلاثة نماذج وصور من الإعجاز التشريعي القرآن الكريم وأخيرا بينا نماذج مشهادات علماء الغرب نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع الإعجاز العلمي وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة